اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فما المراد من اللقب قلنا يا احباب ان اللقب هو لفظ بوضعه العربي وهذه ارجو الالتفات الها اللقب بوضعه العربي وضع لمعنى بمدح او بذن ثم اطلق على هذه الذات المسمات فصار اللقب مزية زائدة عن العلامة اعيد ارتجل لك اسم علي او حسن او احمد ارتجل له وضع له اسم علي وزادت صفات حسنه فقيل السجاد فصار السجاد لقبا مادحا للذات ويكون اللقب كما في المدح يكون كما في الذن ايضا من قبيل حملت حطبا فلقبت بحمالة الحطب لعنها الله اذا وهكذا كاوصاف امراء المؤمنين المنحوسين التي كادت ان تكون سبة على اصحابها لان عادة العرب اذا ارادوا استعمالا او اات في غير مدح استعملوا اضاده في الالفاظ يعني المعتز هذا المستذل الواثق هو المضطرب وهكذا من اروع ما قرأت ان عباسيا يطمح بان يكون اميرا للمؤمنين لانه لما صارت الخلافة عبثا وصارت تماما كما الكرة يعبث بها الصبية ووصلت الى شجرة ملعونة واختها مثلها فصارت الامور هكذا عبثية يعبث بدين الله تبارك وتعالى فصار مطموع بكل منسوب الى هذا النسب ان يكون اميرا للمؤمنين سكيرا كان فاجرا كيزيد ابن معاوية او من عاد له ما عاد له من العباسيين كالواثق ومن تقدمه ومن اتى بعده او كالمتوكل على غير الله عز وجل المهم فواحد عباسي كاد ان يكون اميرا لمؤمنين مش للمؤمنين كاد ان يكون اميرا للمؤمنين لانه رح يموت الخليفة ورح يموت ولي العهد ورح يموت كم ولي 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 عهد فاخر شيء بدي تصور الخليفة لالو هو قال لهم للمستشارين انا بدي اقتدي بالآباء واحد اسمه المأمون بالله واحد الامين بالله واحد الواثق بالله واحد المتوكل بالله وكل ييتهم اخر شيء اوصافهم بترجع الى الله عز وجل وهذا ما دح يعني فيابا اذا صرت اني امير للمؤمنين فيما بعد اي لقب ممكن تختاروا لي واحد هيك صفان قالوا علي الامان قال بلى قال الان قالوا ايه وبعد الان قالوا ايه انت عليك الامان شو بتختار اللقب قالوا بختار لك نعوذ بالله لأنه فعلا نعوذ بالله اذا وصلت انت الى الحكم او الى الامارة اذا الالقاب مزايا زائدات على الذات تشعر بمدحن او تشعر بذن لماذا لانه استحقاق استحقاق الكنية ما هي الكنية هي عبارة عن اخفاء للذات والتدليل عليها بالكلمة والكلمة مش بالضرورة ان تحمل توصيفا اعيد الاسم بنفسه ارتجال الو معنى او لا معنى له شيء اخر بالتالي عم بيعلمك ابوك بهذه العلامة وضع لك لفظة احمد وهو اسم شريف لكنه ارتجال علمك به ابوك فصار علما عليك الكنية الكنية اللقب لا توصيف زائد على الذات واللفظ العربي فيه يشعر به من السجاد امير المؤمنين باقر صادق اسماؤهم القابهم عليهم صلاة والسلام اقصد هذه القاب او القاب اعدائهم هذه الالقاب لا تشعر بذن الكنية او الكنية هي عبارة عن اغمار للذات وعدم تصريح بالاسم وانما يوصل اليه بالواسطة ركزه والواسطة بغيره مش به مثاله ابو الزهراء هو صلى الله عليه وآله جيد ابو الزهراء ابو الحسنين اخفيت الذات وهي تأبى على الخفاء ذات علي بتنخفى يا شيخ احمد بقول احد الشعر شو بقول يقول لله سر وجودك القدسي ما اخفاه حدا بيعرف سر القدس لعلي خفي بس هل ينسب الخفاء لعلي فاذا كيف تجمع بين هاتين الخصيصتين فقال لله سر وجودك القدسي ما اخفاه لو يسعي الكمال خفاء لو يسعي الكمال خفاء انت الكتاب تشابهت اياته فارتاب في تأويلها العلماء بقول الكتاب الكريم تبيان لكل شيء ايات بينات طيب ايات بينات ومعهدا في الشواضحات في القرآن خفاء مع ان القرآن ينص على الوضوح وينص على البيان فكيف تجمع بين هاتين قل هذا هاتان الخصيصتان في علي خفي خفي لم يظهر منه شيء الى حد السطوع السطوع الذي لم يخفى منه شيء فعلا فلله سر وجودك القدسي ما اخفاه لو وسع الكمال خفاء او لو يسعي الكمال خفاء على كل الكنية او الكنية هي لفظ يستر يكني يخفي ذات ويكون الوصول اليه لان اسم علم بدأ تصير الكنية علم علامة على ذاتها علامة على ذاتها بصير الوصول الى الذات عبر اسم اخر اسم اخر الزهراء غير النبي صلى الله عليه وآله بس صارت النسبة الى ابوته للزهراء دليلا على الذات الشريفة من منان استدللت على الذات من لفظ بمعنى اخر ابو الحسنين علي جيد فما الكنية هي كل لفظ اخفى ذاتا في المصطلح لا في المصطلح النحوي قالوا الكنية او الكنية هي تلك الالفاظ التي اخفيت بها الذوات وكنية عنها العفو وكنية عنها باب او بام وزاد بعضهم بابن او ببن بس هذه الكنية عند العرب الكنية في مصطلح النحات وإلى الكنية عند العرب هو كل اخفاء مع وصول الى واذا اشتهر عندهم قولهم ان التكني خير من التصريح لانه دليلهم معه هذا بالبلاغة الكناية الكنية والتكني من الكناية يعني الاخفاء نقول هنا الكنية باب باب او بام او بابن او بابنه كان كنيا 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 عن من؟ كنيا عن صاحبه يجب ان تشعر الكنية بمدح او بذن قالوا لا فانها اعم فانها اعم وكيف تشعر بمدح او بذن والمقصود ثانيا من لفظ بواسطة بواسطة يعني انت عم تقول ابو الحسن هذا مدح لذات الحسن عليه السلام ولذات امير المؤمنين مثلا بس مش بالضرورة ان تكون الكنية بنفسها مشعرة بمدح انما المهم في الكنية في الكنية ان التكنية الاخفاء مع وضوح عبر الواسطة جيد وقالوا من غير فرق في الابوة والبنوة والامومة ان تكون حقيقية او مجازية كابن الكعبة علي هو علي ابن الكعبة ولا ابو الكعبة لا يعمل كابن الكعبة او ابو الكعبة مثلا ابن مكة ابو مكة وهذا قول السجاد عليه الصلاة والسلام انا ابن مكة ومنا انا ابن زمزم والصفة هذه كينة صحيح والواسطة انها اخفت صاحبها بس عندك في البلاغة اهمية للكينيا للكونيا بل قلنا ابلغ من التصريح لا لان الدليلها معها يعني انتو جايين عما تستذكروا هذا المظلوم الاكبر اللي اسمه علي عليه السلام وهو المأتي على ذكره بالسيئات على منابر المسلمين عاملهم الله بما يستحقون لان بعضهم يجهل ان علي مولود كعبة او ان علي حامل للاسلام او ان علي او 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 حتى قال اهل الشام ما لعلي يقتل في المسجد سجاد عليه الصلاة والسلام اعطاهم الكنة اعطاهم الادلة يعني من غير تصريح قالوا انا ابن مكة ومنا انا ابن زمزم وصفة انا ابن انا ابن كيلتها من باب الكنة لانه اراحهم من السؤال الثاني ان انت ابن علي اللي هو ابو هذه المناقب كلها اذا العلم في مصطلح النحات هي تلك اللفظة التي تعلم صاحبها تكون اسما اي سمة وتكون كعلي وتكون لقبا كامير المؤمنين والسجاد والباقر وحمالة الحطب وتكون كنية وكلها علم اذا سئلت عن علم لامير المؤمنين قل عن اي اعلامه تسأل تسأل عن اسمه فهو علي وعن لقبه فهو امير المؤمنين وعن كنيته فهو ابو الحسنين واضح ان شاء الله اذا زوج البتول ابن عم الرسول وما تشاء تشمع تجمع فيها العالمية بين الاسم والكنية واللقب كلمة زوج هذا لقب لانه يعطي وصفا زائدا من توصيف مرحن بتوصيف مرحن او بتوصيف ذن اذا العالم العالم يكون اسما ويعبر عنه بالسمة اسم علم مثل علي وحسن ويكون لقبا كالسجاد وامير المؤمنين وحمالة الحطب ويكون كنية كابي لهب وابي الحسن شتان لعن الله الاول وصلى الله على الثاني بين ابي لهب وابي الحسن يقول واسما اتى وكنية ولقبا سؤال اذا اجتمعت هذه العلاميات التلاتة كيف ترتبها تقدم الاسم ثم بالكنية ثم باللقب كيف ترتب قولك سلمت على علي ابي الحسن امير المؤمنين والله سلمت على امير المؤمنين ابي الحسن علي ولا توسط الامير في الوسط تقول سلمت على امير المؤمنين علي ابي الحسن كيف ترتبه اقول بلاغة رتب الاهم انت عندك الحكم في الافهام والتفهيم ما هي العناية التي تريد ان توصلها الى المستمع تريد ان تتفاء ان تفاجئه بالتبرك بالاسم ابتداء فقل سلمت على علي لا انت تريد ان تقدح في ذهنه التوصيف وامرت المؤمنين فقل سلمت على امير المؤمنين واذا اردت ان تزيد في المناقب كلها ثم تصرح بالاسم الشريف وهذا يكون له بلاغة خاصة تقول سلمت على زوج البتول ابن عم الرسول ابي الحسن والحسن الضار بالهام المقدام الكرار غير البرار تبكيلة يدي بعدك القاب 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 فبكون عندك العناية والاهمية في ذكرها ثم اخرها يؤتى بالله بالاسم الشريف فتقول سلمت على وعلى 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 عليه السلام هذا في البلاغة والبلاغة تأثر صاحبها بلحاظ مقتضى الحال بين الافهام والتفهيم لكن هنا في القاعدة ان استوت الامور كيف ترتب استفي القرآن الكريم اتي بالالقاب ثم بالاسم المسيح عيسى ابن مريم المسيح لقب عيسى نبي اسم نبي عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله وابن مريم كونية باعتبار ما بدأ بابن وما بدأ ببنت إذن إنما المسيح لقب فإذن هون يراعى فيه الجانب البلاغي والله يطبق القاعدة فإذا استوت العالميات في الكنية والاسم واللقب كيف تفعل قال واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صحبا ذا إشارة إلى اللقب واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صحبا يعني إن جاء مع غيره فهو مؤخر لقب واسما أتى وكنية ولقب نعم واسما أتى يعني العالم واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا ذا إشارة إلى الاسم الأخير شو الكلمة الأخيرة اللقب وأخرا ذا إن سواه صحبة بعض نسخ الألفية إن سواها صحبة يكون إشارة إلى الكنية فكأنه يقول اللقب مؤخر عن ماذا؟ عن الإسم والكنية فإذا أردت هكذا أن تقول فقل سلمت على علي أبي الحسن أمير المؤمنين اللقب يؤخر وأخراً ذا إن سواه صحبة يعني إن سحب سواه شو هو سواه؟ صنفان الكنية والأسم يعني إن كان اللقب مع غيره فأخره وغيره شو هو غيره؟ سواء كان الاسم أو سواء كان الكنية فاللقب مؤخر بعض التعابير في نسخ الألفية شو كانت أخراً ذا إن سواها صحبة يعني إذا صحبة سوا الكنية شو عن سوا الكنية؟ الاسم يعني إذا صحبة غير الكنية اللي هو الاسم طيب إن صحبة الكنية فأنت بالخيار إذن على كل حال اللقب مؤخر عن الكنية والاسم والاسم مقدمون نعم الاسم مقدمون فقدم الإسم أولاً فقل سلمت على علي أبي الحسن أمير المؤمنين هذا الترتيب هذا بناء على شو؟ بناء وأخراً ذا إن سواه صحبة فقل سلمت على أبي الحسن على علي أبي الحسن أمير المؤمنين واضح؟ بس مش وجوباً هو ها أدبين الكنية نحن؟ فأخراً ذا إن سواه صحبة يعني إن جاء معه إسم أو كونية فهو مؤخر انتهب أو لا أخراً ذا إن سواها صحبة يعني إذا قدم إذا صحبة اللقب الاسم فقدم الاسم وأخر اللقب طيب وإذا إجا الاسم واللقب والكنية فأنت بالخيار نعم صحبة إن سواه إن سواهو إن سواها يعني إذا إجا مع غيرها اللي هو مع الاسم طيب إذا إجا معاها فأنت بالخيار وضحت واضح إن شاء الله ما فيهم شيء قدم الاسم وإذا كنت من أدباع إن سواهو ولا إن سواها عاية لغة بدك الاسم مقدم فالاسم مقدم على كل حال وعندي بعض لقب كونية كيف أرتب قال إذا قرأت العبارة إن سواها صحبة أخراً ذا إن سواها صحبة فأنت بالخيار بين أن تقدم اللقب أو تقدم الكونية بس إذا أخذت بقولي إن سواهو صحبة يعني إن صحبة سواه مطلق غيره لهو الاسم والكونية فأخره فإذا قولين هنا قول الاسم ثم أنت بالخيار القول الثاني الاسم ثم الكونية ثم اللقب أحسد ثم كونية ثم لقب جمعت بين القولين واحد على الوجوب واحد على الاستحبال أو على التخيير إذا نحوياً أما بلاغياً لا المسيح يسا بن مريم سلمت على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين الصمصام صمام الأمان حاكم الخالق شو بعد بدك هادي الأمم علي قدمت الألقاب اللي هو أخيراً ذا وهو ألقاب علي لا تؤخر على كل وأخيراً ذا إن سواه صحيبة شو عن كل عبارة إيه بعد أيا كف بتتيني أي صفحة أي صفحة واحد وثمانين واحد وثمانين أها يقول واعلم واعلم أن الإسم كما يكون مفرداً يكون مركباً واللقب كذلك فإن من الألقاب السجاد وإن من الألقاب زين العابدين زين العابدين مركب في إضافة أمير المؤمنين أيضاً كذلك طيب قد يكون التركيب تركيب مزجي من قبيل بعلبك ومن قبيل معدي كرب وقد يكون تركيب حكاية من قبيل طابط شراً إذن التركيب أعم بالمختصر كما يكون اللفظ مفرداً كذلك يكون مركباً فيقول كيف تلفظه وإن يكونا مفردين فأضف فأضف إذا اجتمع الإسم واللقب كيف تقول سلمت على علي أمير المؤمنين أو سلمت على علي زوج البتول صح طيب علي مفرد ولقبه مفرد أو مركب سلمت على علي السجاد وسلمت على علي زوج البتول كيف تقول قال بلا شك ولا ريب إن يكونا مفردين فأضف والأصد من مفرد ركز فيها شوي أن يكون غير مركب أو بعد وأن لا يكون محلق وأن لا يكون محل هو مفرد نحوي اللي بالمنطق هو مفرد نحوي اللي هو أن لا يدل لفظ جزئي على جزئي معناه جيد خذ مثال واحد سمينا أنف لقبناه بأنف وكان أحد النحات صاحب أنف طويل جداً فكان يدخل عليه زميله ويقول السلام عليكما فإن قيل له قال لأنه فسمي بالأنف جميل هذا شخص لقبته بأنف كيف تقول جاء جاء سعيد أنف أو سعيد أنف ولا جاء سعيد أنف هذا كلمة أنف لقب بالحكم الإعرابي هل تتبع صاحبها على قاعدة النعوت أنت أنت تعرف أنه في النحو النعت يتبع المنعوت فبالإعراب إذا كان الاسم مؤول مفرداً واللقب فيه مفرداً من غير إضافة هل تتبعه وأصدب الإفراد رجز فيها مجرد عن الإضافة والتركيب ومجرد عن أل مثل شخص أنت لقبته بأنف صاحبه اسم علم وهو صار علم فكيف تقول جاء سعيد أنف والله جاء سعيد أنف يقول القاعدة وإن يكونا مفردين فأضف شو أضف يعني حط في إضافة قل وليست القاعدة إنه المنعوت النعت يتبع المنعوت ما أنت صار لكون هالدهر هذة كين ليته بتقوله يجب إتباع النعت للمنعوت تذكيراً وتأنيثاً إفراداً وجمعاً وإعراباً النعت يتبع منعوته كيف هلأ عم تقول لي أضف حتماً يعني يقول هذا سعيد أنف كيف يقول اللقب عاجبتك السلام عليكم اللقب اختزل لفظاً محذوفاً اللفظ المحذوف يا أحباب هو الصفة هو النعت حقيقة وهذا اللفظ المذكور هنا مضاف إلى ذلك المحذوف دائماً بس تحكي بالعلم وراء لقب مجرد فقدر كلمة مسمى قدر كلمة ملقب قدر كلمة منعوت كأنك هذا سعيد المسمى المسمى أو هذا سعيد مسمى أنف صار في إضافة هذه الإضافة حقيقةً لا تستبشعها لا تستغربها هذه الإضافة وإن كانت على غير المألوف عندك لأنها إضافة إلى لفظ محذوف مش إضافة إلى لفظ الموجود حقيقة بالدقة جيد فيقول وإن يكونا أي الإسم واللقب مفردين فأضف يعني أضف الأول إلى الثاني يعني شو جر اللفظ الثاني خلي مجرور دائماً مجرور بماذا مجرور بالإضافة طيب إذا مجرور بالإضافة ونحن القاعد عندنا أن نعت يتبع المنعوت أقول صح لسببين يا أحباب وهذه ركزه فيهم قد يشتبه فيهم من لا يلتفي النعت يتبع المنعوت وقلتلك إذا ما صارت واصلة للعلم إذا ما صارت واصلة للعلم اثنين هذا اللفظ الثاني مجرد عن التركيب ومجرد عن الإضافة الثلاثة هذا لا يراد به التوصيف إنما هو علم وأنا أريد استعمال العلمين الاسم واللقب أعيد لما نبقول سلمت على علي السجادي وجاء علي السجاد بتلاقيين عميلي اتبع الصفة إلى الموصوف وهون عم قول هذا سعيد هذا سعيد كرز أو هذا سعيد قفة أو هذا سعيد أنف ليش عميلي ضيف بقول لي إني لا أريد التوصيف إنما أستعمل اللقب علما هو العلم صار ولذا قدرت لك إيها بكلمة مسمى حتى لي صرفة تكرار أعيد جاء علي علي شو بتعرف علي الثانية ليه حتى لا تكون من المسرفين المبذرين لأنه كلمة جاء علي اكتفينا جيب لي علي التاني وسيجيب لي هذا الاسم حلو قد ما بدك زيد ويلعن يزيد فقل جاء علي 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 الثاني شو إعرابها توكيد هل تريدوا فيها التوصيف كلا طيب لو شخص إلو اسمين إلو اسمين علم يعني علم شو هن الاسمين اللي إلو إلو اسم علي وإلو اسم السجاد واضح هذا إلو اسم علي وإلو اسم السجاد إذا جبت السجاد بيكون عم بتجيبه من باب التوكيد فعلا من باب التوكيد لأنه اسم علم بس لأن اسم العلم هذا جاي بالمعنى بعد الاسم الأصلي بعد الاسم الأصلي لأنه قلت لك اللقب يعرض على الذات فكأنك جايب فيه فائدتين فائدة الاسم العلم مرة أخرى وجايب فائدة التوصيف فكأنك تستعمل اسم العلم خروجا عن الإصراف وخروجا عن التبذير قدروا لك كلمة مسمى شو قالوا لك مش ملقب ومش منعوت قالوا لك مسمى هذا هذا علي سجاد ستقل لي السجاد قلت لك شرط الكلام اللي عم نحكي عنه وين التجرد من أل سمي ابنك انت سجاد نحن 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 نسمي ولادنا شو نسميهم هم من سميها البتول ولا من سميها الزهراء ولا من سميه السجاد والباقر من سميه باقر من سميه سجاد من سميه بتول واضح؟ إذن بدون أل طيب صارت هذه أسماء إيه صارت أسماء وهي لأصحابهم عليهم السلام ألقاب شو بقول أنا جاء علي سجاد ولا جاء علي سجاد هذا الكلام أقول جاء علي سجاد لجاء علي سجاد أقول وإن يكون مفردين فأضف ليش أضف؟ لأنه سجاد انت آصد فيه التوصيف هون؟ آصد فيه الشخص الذي يزجد؟ لا آصد فيه الاسم صح؟ هذا الاسم صار علم نعم صار علم بس ما اسمه للسجاد عليه السلام سجاد اسمه علي ويعادل اسمه الشريف التلقيب اللقب مضبوط إذن صرت مضطر تقدر لكلمة مسمى هذا علي مسمى سجاد وضحة إن شاء الله جيد لا هيني بقوله جاء علي جاء علي سجاد أنا عم بشرح بهذا المعنى وهذا المعنى يا أحباب أرجو إبقاؤه في الذهن لإني ما وجدته في توضيحات الشراح أبدا يعني شو العلة يلي بتخلي اللقب إذا وصل إلى حد الإسم العالمي شو اللي العلة اللي بتخليه مضاف مع إنه الصفة تطبع الموصوف قلنا كلامهم هنا مع التجرد عن الإضافة وقال واحد اثنين أنه خرج عن كونه توصيفا إلى كونه علما تليتي لو كان للشخص أو للذات إسمان وتكررا لكان من باب التوكيد ولأنه هنا ليس من مرتبة واحدة إسم وإسم آخر فأضفناه ووسطنا بينهما كلمة مسمى جميل يقول وإن يكونا مفرديني فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف شو هو الإتباع إذا كان اللقب مركبا إذا كان اللقب غير مفرد وزد عليها ولعن يزيد قل وكان معرفا فأتبعه شو يعني أتبعه قل جاء علي السجاد سلمت على علي السجادي أو لو كان الاسم مركب مش معقل أنا قلت لك مفرد أصد فيه لا أل فيه ولا إضافة فيه هل مرة جبني لكيا فيه أل أو فيه إضافة شو بصر حكم الإعرابي قال أتبعه هون استذكر النحويين شو بقولوا لك الصفة تتبع الموصوف قل سلمت سلمت على علي السجادي جاء علي السجاد أكرمت محمدا الباقرة صفة وإن صارت علما إلا أنها تتبع موصوفها هذا إذا كان فيه أل أو كان مركبا من قبيل سلمت على زوج البتولي زوجي البتولي سلمت على أو أكرمت زوج البتول عليه السلام أكرمت علي زوج البتول إتباع الأول مفعول به والثاني صفة صفة طيب سلمت على علي أمير المؤمنين الإسم الأول مجرور والإسم الثاني يتبعه وهذا قوله وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ردف يعني الذي جاء ثانيا التابع يعني وضح البحث إن شاء الله قال المصنف الكريم واسما أتى أي العلم وهو ما ليس كنية ولا لقبة وكنية وهي ما صدر بأب أو بأم وقيل بابن أو بابنه زد عليها ولعا يزيد وقل حقيقة كانت الأبوة والأمومة أو مجازية قال بعض الإملائيين من اللغويين متى تحذف ألف ابن ومتى تكتب سلمت على علي ابن أبي طالب وسلمت على علي ابن أبي طالب أوقات بتكتبها بدون ألف بدون همزة الوصل قل بن اكتبها بن سلمت على الحسن ابن فاطمة سلمت على الحسن ابن علي بدون ألف وإذا كانت البنوة غير حقيقية مجازية اكتبها من قبيل سلمت على علي ابن مكة حط سلمت أو أكرمت علي ابن الإسلام حط لا لا لأنه همزة تواصل سلمت على علي ابن الإسلام بس اكتبها تمييزا بالبنوة للبنوة المجازية عن الحقيقية وبيقصدوا عفوا في شيء وبيقصدوا أنه البنوة المجازية أعام من أن تكون قريبة أو بعيدة من قبيل يعني افترض ابن آدم هو كلنا ابن آدم فإذا أردت النسبة إلى آدم حطها للألف حطها للهمزة لأنه ما عدل المقصود بها البنوة المباشرة وإن كانت هي بنوة حقيقية هكذا قالوا قال وقيل بابن أو بابنه من كنيت أي سترت بالكناية سترت بالكناية والعرب يقصدون بها التعظيم إسا لاش التعظيم شوفوا يا أحباب ما بيقصد هوني من كلمة التعظيم المدح لازم يكون بيقصد من التعظيم التهويل أو التفخيم مش المدح بالضرورة وإلا أبو لهب أي تعظيم في هذه الكونية أبو لهب كونية تذمن العرب بيقصدوا بالتعظيم أبو الإجرام مثلا إذن العرب يكنون ويقصدون بالكناية التفخيم التفخيم يعني التهويل يعني لما أنت بتقول أبو النيران أبو لهب مش عم فخم إيه عم فخم يعني شو قصدي عم فخم مش عم بيبدح عم هول عم هول إذن الكونية عند العرب دائما فيها تكبير للأمور هكذا أقول تكبير للأمور هذا التكبير للأمور إما أن يكون في مقام المديح أو يكون في مقام الذن وضحت إن شاء الله مثاله أبو لهب وأبو قحافة وأبو جهل وأداش في عندك أبوات من هودك اللي تنذي شو المقصود فيها يعني مقصود فيها تعظيم إيه تعظيم ماذا لما أطلقت على صاحبها أريد بها من متكلمها التعظيم ولذا كان العرب لا يصرحون بالإسم لا يصرحون بالإسم والإسلام حببها الإسلام زينها الإسلام يأمر بكناية خير من تصريح بإسم ولذا قال عليه السلام بالمضمون من حق المسلم على المسلم أنه إذا خاطبه كنه إذا تكلم عنه إذا خاطبه كناه وإذا تكلم عنه سماه يعني إذا عم تحكي عنه بغير وجوده سمه لا تخلي المستمعين أقولك عيا علي إنه رحنا مع علي وإجا علي وشفنا علي أي علي اضطرك إلى التشخيص مرة أخرى وهذا بده يكون واضح أنه عن أي علي عم تحكي فإذا عم تحكي عن شخص وما تقول جي إجا أبو فلان إجا أبو فلان وراح أبو فلان لأنه مجهول قد لا يعرف إذا عرفته مباشرة وعمت خاطبه فخاطبه بالكناية المقصود بالكناية هنا مش التعظيم بمعنى المدح كما ذكرت لكم قال ولقب وهو ما أشعر بمدح كالسجاد وأمير المؤمنين أو ذم كحمالة الحطب قال الرضي نجم الأئمة والفرق بينه وبين الكونية معنى يعني من جهة المعنى الفارق المعنوي أن اللقب يمدح الملقب به أو يذم حمالة الحطب ذم السجاد والباقر مدح بمعنى ذلك اللفظ شوفوا هذا اللفظ العربي اللفظ بنفسه بجذره مادح جيد بخلاف الكونية فإنه لا يعظم المكنة بمعناها بل تكنية فيها كانت بعدم التصريح بالاسم فإن ذلك فإن بعض النفوس تأنف أن تخاطب باسمها رجع لك للعربي الجاهدي إذن بعض النفوس تأنف أن تخاطب باسمها يعني بيقول لك كنيني لاش عم تصرح باسمي يعني أنت عم تهيني فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم عليه الصلاة والسلام وأخراً أي اللقب إن سواه صحب والمراد به الإسم كما وجد في بعض النسخ إن سواها وصرح به في التسهيل وعلله في شرحه بأن الغالب أن اللقب منقول من اسم غير إنسان كبطة وقفة وأنف وإلى آخر هذا الألقاب المهينة يعني فلو قدم لتواهم السامع أن المراد مسماه الأصل هذا استحسان نحوي مردود على أهله قال بيقلك إذا قال قفة بتفاك بتعرف القفة هذي الجلد الذي يوضع فيه المبعر الشهو ينقل به المبعر الشهو يعني من أدوات النقل أكياس النقل جلدية إفة نحن نسميها إفة بلادنا لاش ملبقينه إفة مثل هذاك اللي كريم له السلام عليكم ملقبوا بأنف أصلا شو بنعمله لهذا أو مثلا قد واحد تسمى مثلا خيمي لاش خيمي بيقل له كبير كبير خيمي مثلا هو خيمة جيد فيقول إذا بلشت باللقب بفكرك عم تحكي عن الخيمة الأصلية إذا بلشت باللقب بفكرك عم تحكي عن الأنف الأصلي بقول لا لا أذكر الاسم عليكم السلام بيقلك لا أذكر الاسم بين الاسم وبعدين نجيب اللقب حتى لو ينعرف أنك عم تحكي عن الشخصية بذاتها مش عن لقبها وشذ تقديمه وصار من الشذوذ أن يقدم اللقب لو قال والأمر في التقديم موكول إلى البلاغة لكان أفضل والقرآن الكريم قدم الألقاب فقدم المسيح على إيسا مثلا إذن قال وشذ تقديم اللقب يعني كقوله بأن ذا الكلب عمرا خيرهم نسب ببطن شريان يعوي حوله الذيب ذئب بأن ذا الكلب عمرا هذا لقب لواحد كالإسمه ذا الكلب صاحب الكلب فبيقول بأن ذا الكلب عمرا يعني كأنه قدم اللقب أبل الإسم يقول هذا من الشذوذ ولا شذوذ فيه كذا حلو هذه ما صبقك إليها أحد يعني يكون هم لقب بال الكلب بنفسه تكون ذا اسم إشارة بأن هذا الكلب يعني وعمرا ها قدم اللقب ها قدم اللقب إيه بس هو عم يحكي يعني عم يشرح أنه صاحب الكلب هو عمي لا ممكن يكون هو لقبه جيد وأما الكنية فيجوز تقديمها عليها والعكس فيجوز التقديم والعكس إذن هما سواء في مرحلة واحدة كذا قالوه لكن مقتضى التعليل المذكور امتناع تقديمها يعني عم بيقله انت هونيك يقلت ما تقدم الأنف ولا الخيمة قبل ما تذكر الأسماء حتى لا يتوهم أنك عم تحكي عن الأنف الأصلي والخيمة الأصلية وبالكنية لازم تقول نفس الكلام لازم إذا اجتمع الإسم والكنية أو اللقب والكنية أن تقدم الإسم عليها حتى لا يشتبه فيها أقول لك حتى نحويا بعد تتبعي لكلماتهم وجدت وجدتهم قد أطنبوا في هذا البحث من غير طائل فقل عندي بعد تتبعي كلماتهم الإسم والكنية في مرتبة واحدة الإسم والكنية في مرتبة واحدة اللقب مؤخر عنهما انتهى عند البعض اللقب والكنية بمرتبة واحدة والإسم مقدم عليهما هذا الخلاصة بعد تتبع الإسم والكنية بمرتبة واحدة وعند كثيرين اللقب والكنية بمرتبة واحدة انتهى وإن يكون أي الإسم واللقب مفردين فأضف الأول إلى الثاني حتما عند البصريين هذا سعيد كرز أي مسماه أي مسماه هذا شرحت لك المسمى كذا كما سيأتي في الإضافة وأجاز الكوفيون الإتباع الكوفيون قالوا هذا كلام في الإفراد وفي التركيب عندنا سواء والتلقيب تلقيب والإتباع هو قاعدة بين النعت والمنعوت والسلام ما فيش داع هذا التوقف أبدا فأتبع واختاره في الكافية والتسهيل ابن مالك ومعلوم على الأول أن جواز الإضافة لا مانعة من أل حيث لا مانعة عفوا حيث لا مانعة من أل نحو الحارث كرز هذه الإتلاكية بكون الأصل من كلمة إن يكون مفردين أي التجرد من أل والإضافة وهو ما كانت واضحة عنده بس هذا وإلا إن لم يكون مفردين بأن كانا مركبين وحط حد منها أو محلى بألب أو محلى بألب مثل زين العابدين وإسا بأن كانا مركبين كعبد الله يعني كعبد الله ولا هي كعبد الله زين العابدين عم بقول تنينيتهم مركبين الإسم مركب واللقب مركب أو الإسم مفرد واللقب مركب الحالاني سواء أتبع شو يعني أتبع يعني اجعل الإسم الثاني يتبعوا الإسم الأول لأنه نعتن والنعتن والنعتن يتبعوا المنعود طيب الجزئين الإضافيين في التركيب شو حكمهم أحسان الإضافة عبد الله لفظ الجليل مجرور دوما زين العابدين العابدين مجرورة دوما لجزئها الأول إذن ترط عم تحكي أنت عن قسم واحد الإعراب اللي عم نحكي عنه هو في الجزء الأول من اللقب هذا الذي يطبع أو الأول مركبا والثاني مفرد كعبد الله كرز إسا كرز شو هو الجامد أو عكسه كزيد أنفو ناقة أتبع الثاني الذي ردف الأول في إعرابه على أنه بدل أو عطف بيان تعرفوا الفرق بين البدل وعطف البيان يقول أتبع شو أتبع القاعدة بين النعت والمنعوت إتباع صحيح بس توصيف لكن التفتو يا أحباب نحن هون عم نحكي فيه العلم والعلم هذا اللقب ما عد اسمه صفة صار اسمه علم ما قلتلك شخص سميته سجاد إذا سميته سجاد يعني لقبته بالسجاد أو العرف صار باسم السجاد فصار كأنه له اسمين علي وسجاد إذا عم توصف شخص بأنه سجاد في الإطباح مثاله رأيت رجلا سجادا شو بتعلم سجادا نعت صفة طيب أكرمت رجلا سجادا نظرت إلى رجل سجاد جاء شخص سجاد عابد توصيف هذا خارج عن محل كلامنا نحن كلامنا وين يا أحباب كلامنا في سجاد وعابد ياللي صارت أحسان صارت أعلام هل أجعلها من باب التوكيد قلنا لا ما رح أجعلها من باب التوكيد كأني قل جاء علي علي بس والله بالله طالله لمن عم قول جاء علي سجاد كأني عم قول جاء علي علي فشو إعراب السجار التانية يعني هذا الاسم الثاني اللي هو لقب علم لقب علم وصل التلقيب فيه إلى حد العالمية قال بتعرف شو صار بالدقة هون ما رح سمي لكيها توكيد بس كأني رح سمي لكيها ماذا بدل أحسن دماء بدل كل عن كل جاء علي أمير المؤمنين أصلا ما عندي أمير المؤمنين إلا علي جاء زين العابدين علي وجاء علي زين العابدين أنت مش أصدك هون تمدح والله أصدك أنت تبرك بالإسمين لأن كل منهما صار إسما لكل إذن الأفضل أن تعريبها تبعية وهذه التبعية لا تعريبها من باب النعت والمنعود تعريبها من باب الشو بدل إذا إذا شايف أنت أحد الإسمين أوضح من التين بتعرف شو بصير تعريبها عطف بيان أعيد إذا شايف أنت بدعواك أن كلمة علي واضحة في أبي الحسن مثل كلمة أمير المؤمنين فبدل وإذا شايف أنه أحد الإسمين أوضح من الآخر في الذات الشريفة فيكون الثاني للتوضيح للبيان شو بيسموه عطف بيان وعطيتكم مثال وهل أرى عيدهم إذا قلت لك سلمت على علي ابتداء بروح ذهنك لواحد من عليات الأربعة عفوا من العليين الأربعة بالعامين والعليات إذا أقول سلمت على علي بتقول واحد من عليين الأربعة عليهم السلام صح الإسم اللي بعده شو بده يصير زيادة توضيح مش هيك سلمت على علي أمير المؤمنين عطف بيان سلمت على علي السجاد صح سلمت على علي الرضا وعلي الهادي طيب هذا صار الثاني شو توضيح لأنه أعطاني الإسم الثاني ما لم يعطي يعطيني الإسم الأول من البيانة عن الذات بس بتعرف إذا قلت سلمت على زوج البتول علي زوج البتول شخص واحد والبتول واحدة فالثاني رح يكون شو بدل لأنه لم يزدد السامع وضوحا من الثاني سلمت على زوج البتول خلاص انتهى معناته الإسم الثاني رح يكون بدل وكل من كل فأنت لك الخيار في التبعية بالإسم الثاني إلى الأول إما على البدل وإما على عطف البيان وإياك أن تقول على النعت ليه؟ لأن النعت لا يرتقي إلى مستوى العينية أحسن إلى العالمية انتهى قال على أنه بدل أو عطف بيان هل يجوز القطع؟ بتعرفوا القطع شو هو؟ أيوة القطع هو أن تدعي استئنافا قبل الكلمة الجديدة اللي عم أجيبها سلمت على علي السجادة بسم الله الرحمن الرحيم سجادة إيه؟ كأني عم بدعي هكذا سلمت على علي أعني السجادة لا أمير المؤمنين سلمت على علي السجادة لا الهادي ولا الباقر لا والله بسلم عليهم كلهم مثلا شك؟ إذن بتكون السجادة قطع وأصدق بالقطع مفعول به لمين؟ لفعل محذوف كأنك ابتدأت به بجملة جديدة سلمت على علي السجادة ميحة؟ هذا اسمه القطع وشو عملت في الاسم؟ نصبته نصبته علامة على المفعولية لفعل محذوف لماذا سميت لك يا قطع؟ لأنه ما أعطيته حكم لأبله قطعت بينهما لو بدك تعطيه حكم لأبله تقول سلمت على علي السجادة لأنه بدل أو لأنه عطف بيان بس نصبته على ما نصبته على المفعولية لفعل محذوف قطعت الجملتين بينهما صح؟ وفيه أقطع وأرفع يا الله كيف هو؟ و سلمت على علي السجاد كأني بنفس المعنى سلمت على علي النقطة هو السجاد إذن القطع هو عبارة عن إيجاد فاصل من دون رابط بين الثاني والأول مرة بتختار النصب على فعل محذوف و مرة بتختار الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف إن شاء الله واضحين واضحين على إن أذمت و يجوز القطع عن التبعية طيب إيه يجوز القطع ما عاش في إتباع بس القطع رفعا ولا نصبا لك الخيار اجعل له فعل محذوف فانصبه اجعل له مبتدأ محذوف فارفعه بتقدير هو أو أعني إن كان مجرورا شو يعني إن كان مجرورا يعني سلمت على علي اقطع لي يا أهلة اللي بعدها شو أو أعد سجادة إذا سلمت على علي لأنه مجرورة السجاد أو السجادة هذا بصور اسمه قطع طيب إذا كان الأول منصوبا و بدي أقطع تعرفوا شو بعمل أكرمت علي سجادوا بالقطع ما فيه يقول السجادة مع كلمة أعني منهم عاش ينفهم إنه هذا النصب على أعني ولا النصب على التبعية إذن و لذا قال إلى الرفع والنصب بتقدير هو أو أعني إن كان مجرورا لك الرفع و لك النصب طيب و إلى النصب إن كان مرفوعا كيف يعني إلى النصب إن كان مرفوعا جاء علي السجادة وجاء علي السجادة السجادة تبعية السجادة على القطع طيب فكتجور جاء علي السجادة أبدا نعم ممنوع الإضافة السلام عليكم ليش ممنوع الإضافة لأنه في أل و إلى الرفع إن كان منصوبا كما ذكره في التسهيل و منه منقول و صلى الله على محمد و آله الطاهرين الله صلى الله عتبر مه observo كيف بالق US برا ان lég